أما الآن فننتقل إلى فقرة سوشل ميديا والزميل جعفر عبد الكريم جعفر أهلا بك أهلا أحمد كيف رصدت حركة المستخدمين عبر المواقع الإلكترونية لقناتنا؟ نعم أحمد مواضيع مختلفة أثارت اهتمام المتابعين والمشاركين معنا على مواقع التواصل الاجتماعي كان لإعلان المشير عبد الفتاح السيسي عدم قدرته على تجاهل المطالبة بترشحه للرئاسة صدى كبيرا على صفحتنا لنقرأ بعد ما جاء في هذه التعليقات مثلا التعليق الأول وهو من فارس نعوش يقول إن السيسي رجل المرحلة لمصر أنا أعتقد ذلك لأنه رجل من المفروض عسكري يده تكون من حديد على الإرهاب والخارجين عن القانون نرجو له التوفيق يا رب وأن يتصالح شعب مصر مع نفسه له لكل مصر شريف أما التعليق الآخر فهو من عمر قاسم بدر يقول ليس هناك ديمقراطية وكل المنظمات الحقوقية أدانت ما يحدث في مصر من انتهاكات للحقوق الإنسان على مرء العالم على أيدي القوات المسلحة والآن يأتي رئيس القوات المسلحة ويريد أن يترشح للرئاسة بالتأكيد ليس هناك فرصة لتساوي الفرص وكل هذا يثبت أن ما يحدث في مصر هو انقلاب عسكري بصورة مختلفة قليلا موضوع آخر هو انتزاع أطفال المسلمين المتطرفين من أسرهم في هذا الإطار قال عمدة لندن أن الأطفال الذين ينشؤون في أسر متطرفة سيتم التعامل معهم باعتبارهم أطفال ضحايا الاعتداء الأسري إذ يتم التفكير في انتزاعهم من أسرهم ونقلهم إلى دور الرعاية الخاصة التابعة للدولة وهنا أيضا بعض التعليقات مثلا هراش بيدروسيان يقول فكرة جيدة والقصد هو حماية وسلامة الطفل والمجتمع المتمدن لا غير أما تعليق آخر فهو من محمد الثور يقول وافق على الفكرة إذا تم انتزاع أطفال النازيون الجدد إذن هذه بعض التعليقات على الفيسبوك أما على تويتر فأكثر موضوع تم إعادة تغريد هو موضوع يتعلق بالدراسة في ألمانيا يعد تمويل الدراسة الجامعية بنسبة للطالب الأجنبي وأيضا للكثير من الطلاب العرب هنا في ألمانيا أحد أهم المواضيع التي تشغل بالهم الزميلة ريم نجمي تحدثت هنا في مقالها كيف يحصل الطالب الأجنبي على منحة دراسية في ألمانيا ويبدو أن على موقع تويتر أثار اهتمام الكثيرين لذلك تم إعادة تغريده وأيضا محبته من الكثير من المتابعين معنا على تويتر نعم أحمد لكن جعفر ما أكثر شيء أثار أو استقطب اهتمام القرى على الصفحة الرئيسية لقناة دي دابليو نعم أحمد مجموعة من الصور بعنوان أغرب الصدقات بين الحيوانات لا قد صد كبير وأكثر من مئتي ألف زائر على صفحتنا لنتعرف على هذه الصور إذن هذه هي مجموعة من الصور ويبدو أن الصداقة بين الحيوانات ليس فقط بين فصيلة واحدة كما نشاهد على هذه الصور وأيضا هذه الصورة أخرى المشاهد يعلق بنفسه وهذا المشهد الأخير إذن هذه المجموعة من الصور لقت يعني أعجاب الكثير من المتابعين والمشاركين معنا بالإجمال كان هناك أكثر من مليون زائر على صفحتنا في الأيام الأخيرة وعلى الفيسبوك بقي ربما ألف لايك ليصبح عدد المشاركين والمتابعين معنا نصف المليون هنا طبعا نشكر مشاهدينا وأذكركم أن هذه الفقرة هي لكم لذلك ارسلوا لنا تعليقاتكم وأرائكم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا لتكون جزء من نشرتنا أعودي لايك أحمد نعم جعفر هل تعتقد بأن الرقم 500 ألف رقم جيد وباختصار لو سمحت نعم أعتبره رقم جيد ويعني هو بداية لنصل ربما إلى مليون أو ثلاثة مليون والأهم من الأرقام هو التواصل مع المشاهد وطبعا لدينا برامج متعددة يتم التواصل فيها مع المشاهد والتعرف على أراء وتعليقات المشاهدين لتكون جزء من نشرتنا وأيضا من مختلف برامجنا أحمد جعفر عبد الكريم شكرا جزيلا لك أهلا أحمد